اشتركوا في القناة بإهدف مناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي وبحث آخر التطورات وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية وقد قدم وفد المملكة خلال هذه الاجتماعات استعراضا لإنجازات مملكة البحرين في مجال ممارسة الأعمال وتعزيز دور المرأة البحرينية وتقدمها والتي حظيت بإشادة دولية من مختلف الأطراف كما شارك وفد المملكة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولية ومجموعة البنك الدولي في الجلسات النقاشية والندوات المختلفة والتي تضمنتها هذه الاجتماعات من مشاركة الوفود المتمثلة لمختلف الدول إلى جانب اللقاءات التي قام بها أعضاء الوفد مع عدد من الشخصيات المشاركة في هذه الاجتماعات الدورية وقد ضم وفد مملكة البحرين الذي يرأسه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني كل من سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك وعدد من المسؤولين يذكر أن الاجتماعات السنوية الدورية لمجلسي محافظ صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظ البنوك المركزية تجمع وزراء المالية والتنمية وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثل منظمات المجتمع المدني والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية والتنمية وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة